اهلا بكم معنا مشاهدينا مرة تانية بعد الفاصل وفكركم تاني بتليفوناتنا من عيب موبايل على 1480 ومن عيب تليفون أرضي على 09841 ومعنا بقى منوارنا موجود معنا في الستوديو الدكتور محمد خيري استشاري علاج اسمنا والنحافة والعلاج الطبيعي اهلا مساء نور ايمان اهلا بيك وحيك طيبا اهلا بيك مش عارفين رمضان لست احنا برضو في رمضان وخلاص العيد يعني الموضوع اتنين مع بعض مهم كل سنة وانت طيب وحيك طيبا والسادة المشاهدين كلهم بخير ان شاء الله يا رب امين دكتور طبعا يعني في حالة دلوقتي عارف عدم ثبات عندنا كلنا يعني احنا طور رمضان مثلا وبذلك كمان الفترة اللي فات دي مع الاحداثة شغب واحداث اللي كانت موجودة في البلد كانت الناس بتكسل تنزل بتخاف تروح شغلها بتخاف حتى تنزل النادي تتمشيها تعمل رياضة فكان الفترة اللي فات دي مثلا جاء عشرة يام الفاته ده اول اسبوع قاعدين في البيت طول الوقت تمام فللي كان بيتحرك ما بقاش يتحرك للي كان بيخس ما بقاش يخس فدخلين على العيد ففيه امل ان احنا نزبط جسمنا الاسبوع ده اول عشرة يام دول وطبعا اقترن شهر رمضان في السنين الاخيرة بالذات بفصل الصيف وبقى متوازي تماما مع فصل الصيف وبقى طبعا جزئية الصيام بتقترن معها بقى ساعات نهار طويلة جدا مع ساعات عطش اكتر وهكذا فللأسف بقى الصيام يعني للأسف بقى يعكس العادات الغذائية اللي احنا متعودين عليها حتى لو كانت صحة بالنسبة بقى للناس اللي هم الاصحاء بغض النظر عن اللي عاملين دايت او اللي بيشتكوا من ذات الوزن او الكلام ده كله بيجي شهر الرمضان عليهم بمثابة يعني نسميها يعني تشينج او تغيير في اللايف ستايل بتاعه بعد ما احنا متعودين مثلا على ثلاث واجبات بقى نمتعودين على واجبتين مواضيع النوم اتغيرت مواضيع اللي هي الاكل في حد ذاتها اتغيرت بقى الناس يعني بنسمها مقترنة بمعدين سابتين للأكل الفطار مثلا والصحور فالأسف طبعا لعدات الغذائية اتغيرت للناس كلهم نيجي بقى للجزء الشق التاني اللي هم كتير قوي او الجزء اللي هو للأسف بقى يعني مرض وباقي دلوقتي مرض السمنة او مرض زيادة الوزن ودائما انا بقعد اقول يعني حتى في كل اللقاءات السمنة ليست شكل جمالي فقط السمنة دلوقتي بقت مرض يعني في سنة 2012 من ظنة الصحة العالمية تابلقيتش ايه صنفة السمنة على انها خلاص مرض واي مريض سمنة او اوفر ويت او عنده زيادة في الوزن خلاص بقى مصنف ان هو مريض مريض سمنة خلاص يعني عادي مش رفاهية مثلا ان زمان كتبت روح تخص رفاهية ان انا عايز اخصها عشان اتصور عايز اخصها عشان اعمل دور في فيلم عايز اخصها عشان بتجوز لكن اصد كان زمان فترة فترة كانت فعلا التخصيص ده رفاهية لكن دلوقتي ده بقى واجب وإلزام اكينك عندك السكر وبتاخد دواء السكر اكينك عندك القلب وبتاخد دواء القلب تمام هو طبعا ارتبط مفهوم السمنة او مفهوم زيادة الوزن لما له من قدران على الصحة العامة يعني احنا قولنا لو لو صنفنا مثلا هناخد جزء صغير جدا مشاكل السمنة او مشاكل زيادة الوزن على العمود الفقري بنقول ان السمنة بتعمل مشاكل الام الفقرات مشاكل انزلاق الغدروفي مشاكل اللي هي خشونة الفقرات مشاكل بقى الام العضلات وعرق الناسة والحاجات دي كلها للأسف السمنة او زيادة الوزن بقت رقم واحد للأصابة بالسكر من النوع الثاني لهم بيبتعملش على النسولين السمنة بقت السبب رقم واحد للأصابة بارتفاع ضغط الدم السمنة يعني بقت السبب لألام المفاصل عمود الفقري وللأسف اول رشدتة يعني دايما رشدتة الدكتور العظام تقيمة مثلا كده كبيرة كل ده اول حاجة اول بند فيها انقص وزن 20 كيلو على الأقل تمام فانت كرام حقيق يعني سليم وسليم جدا منقول ان زيادة الوزن او مشكلة السمنة او مشكلة زيادة الوزن للأسف بقت من يعني نسميها الحاجات يعني المزمنة والأسف يعني القاتلة على فكرة حتى مصر صنفت دلوقتي تاني بلد يعني اكتر تاني بلد فيها مستوى سمنة على مستوى العيلة للأسف يعني بسبب بقى الحياة الصحية وغياب الوعي التغزاوي وبسبب قلة الحركة وبسبب السيدينت رلايف اللي احنا دخلنا عليها بسبب استعمال العربيات بسبب استعمال المواصلات بسبب الأسنصير ما بقاش عندنا ثقافة او اللي هي ثقافة الماشي او ثقافة التغزية للأسف يعني بقنا خلاص معتمدين على الاكل السريع التي كوية على الاكل الديليفري بقاش فيه وقت حتى اللي هو الوقت الارتباط لأسرة أو الأسرة المصرية اللي هو إعداد الوجبات بقى عندنا أولادنا بينزولوا المدارس بسرعة جدا من غير فطار للأسف والحاجات ديت فترة بعد فترة بقى يعني توارست وبقت متعودين عليها هناخد أي حاجة سريع من بره هنتصرف مش عارف ايه الحاجات دي كلها فالأسف الحاجات ديت بتراكم أو تراكم السنين قدت لمجتمع للأسف يعني مصاب بالسمنة أو مصاب بمشكلة زيادة الوزن طيب خلينا يعني إيه إحنا عارفا نبقى خلاص ده سلوكياتنا وبقى في عداية وبقى أطفال ما بيفترواش قبل المدرسة بس إحنا بنحاول دايما بننادي بالصح والتكرار دايما بيعلم النسي والله ده دور الإعلام يعني أنا دايما يعني في حاجة أنا على مستوى الشخص بتعجبني جدا يعني برامج التغذية بقى في وعي والله على مستوى جميع القناة حتى القناة الدينية والمتخصصة معظم القناة بقت مهتمة جدا ليه لأن فعلا يعني بقى في إدراك أن فعلا مشكلة السن أو مشكلة زيادة الوزن خلاص يعني وصلت لحد غير عادي فده ده وعي الحمد لله ده دورك ودور الإعلام ويعني أنا ساعات يعني بقى أعجب يعني بناس ألمين زحيك عندهم ثقافة أغزوية عالية جدا يعني يعني لغط أي مكان بندرس كمام فده حاجة كويسة إن شاء الله بقى عن طريق التواصل وعن طريق بقى يعني التكرار والحاجات دي كلها بيبتدي توصل للناس ثقافة قول الآثة أو يعني من الجايد الحمد لله أن احنا ثقافة يعني القناة كلها بقت في كل البيوت يعني بقاش في مشكلة خالص لأن المعلومة توصل للأقاليم أو للقاهرة الكبرى أو الحاجات دي كلها احنا بيجينا تلفونات من كافر الشيخ ومن أسوان ومن لقصر ومن خيوم يعني يعني لأ يعني احنا كل محافظاتنا بتبعينا الحمد لله ودي فعلا زي ما حتى قلت رسالة الإعلام وما احنا يعني رسالتنا تبقى ايه غير ان احنا نوعي غير رسالة صحية رسالة طبية رسالة تعليمية يعني نوعي الشعب في كل المجالات لكن نرجع لموضوعنا في ناس دلوقتي مثلا اكتشف فجأة يعني منطقة البطن دي منطقة يعني رزلة جدا يعني والشكوى فيها بمرارة يعني ممكن البنت تعمل دايت تنزل جسمها كله إلى منطقة البطن وهكذا السيدات وهكذا السيدات ما بعد سن الخمسين أو بعد انقطاع الدورة الشهرية يعني منطقة البطن دي دايما بتمثل مشكلة للفتيات والسيدات على جميع المراحل العمرية نعمل ايه هل في دايت لمنطقة البطن بس وهل الاجهزة الفعالة فعلا لمنطقة البطن احنا دائما نتكلم عن سمنة البطن أو سمنة الكرش بشكل خاص بنقول يعني ما بتستسنيش حد وطبعا زي ما هيك تفلدت لها اسباب كتير جدا قد يكون بعد العملات القيسرية قد يكون بسبب ضعف في جدار البطن قد يكون بسبب عدد غزائية سيئة قد يكون بسبب ان الاكل يعني بيأكل وبنام على طول بسبب مثلا عند الرجال بيأكلوا الواجبة الرئاسية عندهم بالليل بيهموا الواجبة الفطار دي احنا بنسميها الكولايز أوبزتي أو السنة الموضعية أو تراكم الدهون في جزء معي من الجسم سمنة البطن أو الكرش للأسف ما بتستسنيش حد من الأشخاص يعني ممكن بتصيب الرجالة والستات على نفس المستوى ولكن هي طبعا في السيدات أكتر وخاصة بعد العملات القيسرية لانا بقى فيه ضعف بنسبة 40-60% في جدار البطن وبقى فيه فرصة كبيرة جدا لتكون أو تكون بنسميها الدهون أو تراكم الدهون في منطقة البطن سمنة البطن للأسف من الحاجات اللي ممكن يعني تصيبنا بالزا ما قلت الحقيق في أول حلقة بالسكر من النوع الثاني وقد تؤثر كمان على الإصابة بارتفاع ضغط الدم وقد تكون سبب للإصابة بالضعف الجنس أو العكمة عند الرجال بنقول دايما أن تراكم الدهون في منطقة البطن بيأثر على الأوعية الدموية اللي هي خارجة أو رجع من الطرفين السفلين من الرجلين بالذات ورجع للقلب فبتأثر على الدورة الدموية والأسف فيه دورة دموية سيئة في المنطقة دي وقد تؤثر على العضاء التنسل السوق للرجال أو للستات وقد تصيب كمان السيدات بموضوع تكايوسات المبايد أو مشاكل العكمة عند السيدات ويبضلوا في حلقة بتلاقي تطول الوقت التكايوسات بتبقى السمنة والسمنة بتجيب تكايوسات ويبضلوا يعني علاقة وطيدة ومرحلة فاحنا بنقول دايما أن سمنة البطن من أكتر المشاكل اللي بتقرج بقى كتير من الناس راجع للأسباب زي ما قلنا يعني أسباب قد يكون غالبا بنسبة 60% لـ 70% يعني نسميها أسباب تغزوية أو أمراض سوق تغزية وفيه شوية عامل مساعدة تانية طيب ليه البطن بقى بالذات بقى؟ البطن بالذات يعني في العرف أو في المجال الطبي البطن هي مخزن للدهون في الجسم نعرف هيك يعني الجسم سبحان الله يعني كل عضو ليه وظيفة معينة فيه حاجة اسمها الفات دي بوزيس أو أماكن تجمع أو تخزين الدهون البطن هي المكان رقم واحد لتخزين الدهون في الجسم ضيفي على كده بقى فيه حاجة اسمها فاميليا الهيستري يعني فيه أسر بعينهم معرفين مثلا تخان في الجزء العلو من الجسم فيه أسر تانين تخان في الجزء الأسفل دايما نحن نقول جينات ورسية دي خالها كده دي عمتها كده تحس فيه كده شكل معين للعيلة ده أضيف الحقيقة اللي هو التاريخ الأسري مع المكان الأشهر والأكثر شهرة فيه موضوع تجمع الدهون أو تجمع أسر سمح لي ناخد بس مدام فاتن لأن دي صديقة دائمة للبرنامج لو هي يعني اللي أنا أصودها هي و هي طبعا هي